تحياتي النهاردة هكلمكم عن النهاية المأسوية لطارق ابن زياد وموسى ابن نصير فاتح الأندلس عرفت طارق ابن زياد كأحد قادة جيش موسى ابن نصير في بلاد المغرب في عهد الخليفة الأموي الوليد ابن عبد الملك وقد أظهر مهارة في القيادة والشجاعة نفتت الانتباه له ما دعا لاختيار حاكما لمدينة طنجة مكافأة له لكن شهرته الأساسية ارتبطت بالأندلس وعملياته الاستطلاعية التي سبقت الحملة الأساسية ولا يزال جبل طارق المسمى باسمه شهدا إلى اليوم على تاريخ هذا الرجل العظيم اختلف المؤرخين في أصول طارق ابن زياد فالبعض يذهب إلى أنه أمازيغي كابن خلكان وابن عزاري والبعض الآخر يرى أنه عربي كالزركلي والمقر التلمساني وآخرون قالوا أنه فارسي من همدان لكن لا أحد يعرف الحقيقة يتفق أغلب المؤرخين المسلمين المعاصرين من عرب وأمازيغ على العلاقة الغامضة الغريبة المعقدة جدا بين طارق ابن زياد وموسى ابن نصير ولأفريقيا وكان موسى ابن نصير قد خرج غازيا من أفريقيا إلى طنجة ليتتبع البربر الذين هربوا غربا خوفا من تقدم المسلمين وعندما رأى البربر ما حدث لهم من سبي وتقتيل استأمنوا وأطاعوا خوفا على حياتهم من التنكيل والقتل على يد جيش موسى ابن نصير الذين لقبوه بالسفاح طبعا بسبب قصرة القتل والتقتيل فيهم كان معروف أن موسى ابن نصير كان سفاح وقام بوضع طارق ابن زياد والي على طنجة وكان من استراتيجية موسى ابن نصير من أجل تهدئة وترويد المغرب الأقصى أن يتخذ من هذه القبائل المقهورة موالي له أمثل طارق ابن زياد لذلك قام بوضعه والي عليهم كونه من سبي البربر الذين سباهم موسى ابن نصير وبذلك يكون مجدو من مجدهم وهذا كان بالطبع زكاء ودهاء من موسى ابن نصير بالطبع ويقول ابن أسير في كتابه الكامل في التاريخ بلغت غنائم موسى ابن نصير فاتح المغرب تلتمائة ألف رأس سابي بعث خمسها إلى الخليفة الوليد ابن عبد الملك أي حوالي ستين ألف رأس أنتوا متخيينين الإسلوب اللي فيه كله تحقير للسبايا والمعاملة التي كان يتعاملون بها مع الغزاة يعني لدرجة أنهم كانوا يطلقون على هؤلاء السبايا لقب رأس مثل البهائم يعني برضو لفظ صعب الصراحة وأشار ابن كسير في كتابه البداية والنهاية إلى العدد الضخم من سبايا الأمازيغيات فقال لم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى ابن نصير من كسرتها وكان يتم تخيير هؤلاء الأسرة ما بين احتناق الإسلام أو القتل بحد السيف وبتلك الطريقة القاسية من سفك الدماء والتنكيل والاختصاب تحول المغرب الأمازيغي إلى الإسلام وقال الحميدي في كتابه جزوة المقتبس إن موسى ابن نصير نقم وحقد على طريق ابن زياد لأنه غزى بدون إذنه بالإضافة إلى أنه أخذ لنفسه مائدة سليمان ابن داود التي وجدها في طليطلة حسب ما حكاه بعض المؤرخين وكانت هذه المائدة مصنوعة من الزهب والفضة واليقوت واللؤلؤ وبالطبع موسى ابن نصير كان يريد هذه المائدة الأسرية لنفسه فاشتد بينهم الخلاف فقام موسى ابن نصير بسجن طريق ابن زياد وهم بقتله لو لا شفاعة مغيس الرومي مولى الوليد ابن عبد الملك معظم المؤرخين رجحوا أن علاقة الحسد والحقد من جهة موسى ابن نصير اتجاه طريق ابن زياد كانت بسبب نجاحه في غزو الأندلوس الكسرون يسألون لماذا لم ينتشر الإسلام في أسبانيا طبعا عشان نجيب على هذا السؤال لازم نعرف هدف غزوهم لأسبانيا كان ايه لأن ببساطة لم ينتشر الإسلام في أسبانيا لأن هدف غزو أسبانيا الأساسي هو صروات أسبانيا والاستمتاع بالسبايا الأسبانيات لدرجة أن الخليفة كان يشترط لنفسه قياسات معينة في الجواري التي يتم إرسالها له من الأندلوس للتمتع بها أنا عايزكم تقرأوا التاريخ كما هو وليس كما يحكيه عليكم رجال الدين أو الدجالين أو تجار الدين كما أطلق عليهم يعني أنت لازم تعرف أن التاريخ اللي درسته في المناهج المدرسية هذا تاريخ مزور لا يقول الحقيقة للأسف الشديد كل ما درسناه في مدرسنا تاريخ مجمل يعني تم تجميله وأنا لا أحب ما يعني لما يبقى فيه شيء قبيح وتجمله لكن هو قبيح يعني يجب عليك أن تعلم أن مثلا الخليفة الأمة وهشام بن عبد الملك كان يشترط الجمال الفائق في السبايا التي ترسل له وكذلك الخليفة الأمة وعبد الملك بن مروان كان برضو يشترط قياسات معينة للفتيات الذي يجب إرسلهن له يعني كان هدف الغزو لم يكن الهدف نشر الإسلام على الإطلاق بل هو للغزو يعني للأمانة هو باختصار كان يعني الغرض سلب السروات والاستمتاع بالفتيات هو ده سبب غزو الأندلس برضو لازم نعرف أن نفس هذه الفضائع والانتهاكات التي حدثت في فتح شمال أفريقي حدثت هي نفسها في الأندلس من قتل وناهب وسابيو واختصاب ولذلك لم ينتشر الإسلام في أسبانيا أما بالنسبة للنهاية المأساوية لطارق بن زياد فلقد اختلف فيها المؤرخين فالرواية الأولى تقول أن طارق بن زياد قتل في قصر الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك الذي كان يريد الناس بفتح الأندلس لنفسه فقام بعزل موسى بن نصير بعد أن قتل ابنه عبد العزيز بن موسى أمام عيونه وكان أحد القاضة اللي غزوا الأندلس بينما لم يسمع شيء عن طارق بن زياد الذي دخل القصر ولم يخرج منه ولا أحد يعرف عنه شيئا والأقرب للسواب حسب بعض المؤرخين أنه قتل داخل القصر وألقي بجسده للضباع التي كان يربيها الخليفة الطاغية سليمان بن عبد الملك في سراديب قصره أما الرواية الثانية حسب بعض المؤرخين أيضا يقولون أنه مات شحازا متسولا متسكعا في شوارع دمشق بعد أن نزعت عنه كل سبا للعيش بسبب تنكيل الخليفة سليمان بن عبد الملك له طبعا كان غيره وحقد عليه فمات وهو لم يتجاوز الخمسة واربعين عام يعني خمسة واربعين عام يعني دي كان شاب طبعا مات هم وغم من الظلم الذي تعرض له مش قلتلكم أنه تاريخ أسود يعني ونفس النهاية موسى بن نصير برضو كانت نهايته أنه كان متسول متسكعا في شوارع دمشق نفس النهاية هذا هو تاريخ الخلافة الأموية وهذه هي حقيقته لذلك أتعجب كثيرا من هؤلاء البسطاء الذين يتمنون عودة عصر الخلافة الإسلامية بالرغم أن عصور الخلافة الإسلامية كلها منذ بدء الإسلام مرورا بالخلافة الأموية إلى الخلافة العباسية انتهاءا بالخلافة الإسلامية العثمانية كل هذه العصور كانت مليئة بالظلم والقتل وسفك الدماء والديكتاتورية والبزخ والمجون والمثلية الجمسية حقيقة عصور ظلامية لأبعد حد وللأسف الشديد نحن شعوب لا تقرأ لذلك لا نعرف شيئا عن هذا التاريخ الأسود بل نقوم بتسليم أذننا للدجالين من رجال الدين الذين يزورون التاريخ ويجذبون ويجملون كل ما هو قبيح يعني كل ده حتى تستمر سطوتهم على العباد وخاصة البسطاء منهم بالطبع يعني أنا قلت لكم جزء بسيط من التاريخ الأسود للخلافة الأموية نهاية المأساوية لطارق بن زياد وموسى بن نصير فاتح الأندلس طبعا هو ده التاريخ ودي كانت حلقة النهاردة أتمنى أنها تكون نالت أعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة ترجمة نانسي قنقر